اي خليل انت الساعة الدافع سباح والليل على قيس السعي الدافع ماندي حتى المشكل محسوبة انا خايف مني من الدافع الدافع على ما واقف انت معا خمسة عشر جويل يا انا يا سيدي نعمل كي حركة النهضة نخرج بلاغ نقول رو جماعة انصار النهضة واسموني وقادروا لي دمي ونخرج بلاغ هذا من واقع البيانات اللي يقولوا فيها والتحريض وكذا اشي يعملوا النهضة مش يخرجوا ويقولون نفس شي عركة متعكورة يتركب عليها خطاب متع رئيس وتتركب عليها نتائج سياسية هنا كونا نسمع فيها التوقع وبعد يجيوا نفس الناس ومعروف هل يعمل في شيء هذي ومعروف اللي تاج اللي يعمل في شيء هذي وهو ما شهدوا سيا بولابيار شهد اللي تتحضر فيه الاشياء هذي هذي انا نعتقد انه الاسلاميين يهدرون في دمنا ويعملين في عملية متاع معناها هرسلة واحنا احرار نساندو شكون نحبو ما نساندو شكون نحبو بين قوسين اي احنا مش موساندين انقلاب انا واحد من الناس اعتقد مساند لتحول سياسي التاريخي يرتقي الى درجة العمل الثوري خمسة عشرين جولي. كل واحد شكو ما قايدوها قايدوها هيك. ليش كون تبها شكون تحكي. كاترية متاش. كاترية متاش. اي اوكي. قايدوها. قايدوها? اي. انت عندك عندك خدمة. قولولي برابي منيش قاعد ريت احليم كل حد فيه معتاوا هل شو المهمة متاعو. اي او معتا انا نتصور ان القيمة. خليل شنو مهمته في القايمة. لأ انا ساع عندي ملاحظة نتصور ان القيمة هذه صادرة لنفس الجهات وقتها اللي استنكرت كيف ما استنكرنا احنا احمل قائمة اثناء اه تحرك من التحركات اللي هي التنسبة اللي هي موسين دا لرئيس الجمهورية قيسي سعيد. واللي ورد فيها اسامي متاع مجموعة من الشخصيات السياسية وشخصيات المعروفة. وقتها كيف ما احنا نددنا لهنا بالتصرف اذاك. اليوم انا نتصور نفس الجهات اللي اصدرت القايمة هذه وضمنتها اه معنتها اسامي اه ناس من بلاتو تسعين دقيقة ومجموعة من الزملاء الاخرين. يعني نفس الممارسة معنتها نفس الجهة او نفس الجهات تستنكرها ثم تأتي بمثلها. ولهنا الحقيقة هو السؤال معنتها مش مفهومة للمقاربة هذه الحقيقة. اه انت اه علامي وبوق من ابواق الانقلاب. سوفيان زادة علامي وبوق من ابواق الانقلاب وعلى يميني مجهز الارضية متاع الانقلاب. انا جايتك تارك. انت اللي حضرتك الارضية. انا عينوني جنرال. انت جنرال مجهز الارضية. يال سوفيان. اوصف ال انا راني متعودة كما يقولوا الانصاروة. اه انا اول مرة نتحت على قايمة كان في بداية الثمانينات وقت اللي اتحاد الطلبة الاسلاميين عمل القايمة في الاستئصاليين. انا كنت منهم. ام. ومن وقتها ادوان بعد احداش اه اه بعد سنة تلفين واحداش انا كنت من الصحفيين اللي كله وتريحة في شرح ببورجيب. ام. في باردو زيدا. وفي باردو. انا حاضرة. انه انه التهديدات بالقتل اي كانت لسنوات عندي مرافقة امنية. دونك هيدا. سيد هيدا. القايمة هيدا. جاي بعد بعد استنست. قول خبرة. بعد الخبرة. القايمة دي شنو? قولها سوفيان. فقط. 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 صوت عد الليمين متعودة. متعودة. الفقط. شو نقول? نقول انه اذاي رئيس خامس ولا سادس اللي اللي حضرت له انا اطول اه رحمة. اله وكل رؤسات اللي تعديوا كانت عندي معهم مشاكل. ممكن ربما اقل واحد هو الرئيس المؤقت. اه اه سي اه اسمه. فوئد لمبازع. واضح. خنشوفو خلانتي انتي بوق من ابواق الانقلاب. وخليل زي داخل مهيئ الارضية. بسرعة سوفيان. دي ما عندك مواقفك وكتاباتك. طبعا. وانا اللي يحب يعرف موقفي بالضبط. ما اخره من نهار لحد اللي فات. عندي في الفرنساوية. كتبو في الموضوع دي. شكرا لك. تارك. لا هو شوف انا اللي همني شكون اه خطر ما هو شانونيم. فما بارس ما تونس ضد الانقلاب. انا بعتولي بعض لصدقاء. اه. ودخلت شوفت الباجة هذية ولقيت هي اساسا اه الباج اللي معانتها ساهمت في عاملين بعض التحركات اللي كانت اساسا بتفع من حركة النهضة تحت عنوان تنحية التفويض الشعبي لقيس سعيد وإلى خيره. اه شوف اه فما ناس تحب فهل جو هذية تحطنا في وضعية اما ابيض او اكل. اما معي ولا مع الاخرين. وكي تقول لهم لا انتو مراكم جزء من المشكل. ما تقول ليش انتي ضد الانقلاب. انتي عملت الانقلاب. انتي عملت انقلاب على الثورة. عملت انقلاب على الديمقراطية. انتي منعت محكمة دستورية. انتي طيحت قدش من حكومة المهم تتموقع في الدولة. انتي ما تحبش الاصلاح. يقول لك لا لا خنا نساوي ذاك كل اي جمعاية طوى على ارضية مواجهة قيس سعيد. انتي جزء من المشكلة ما تنجمش تتواجه قيس سعيد. نحن انتقدوه قيس سعيد. وانتقدوه بشكل اكثر جدية منكم انتوما. لانو عنا مصداقية كنو قيس سعيد. لانو قيس سعيد وقتالي كان في بوقع ضعيف كنا معاه. وقلنا هنا نحن معاه. اما توكي يبدأ في موقع قوة. ونجي ما نحرف في اتجاه الاستبداد. وقلو له ليزد. اما مش مش نكونوا معكم انتوما. ما نجي نجم ونكونوا معكم انتوما. سميتونا في قايمة العار حتيتونا وهدتونا بمحكمة لهاي وبالمحكمة متاع عمر عرش جونيف وكذي. ما عندكمش مصداقية. ما كومش جزء من اي معركة جدية من اجل اقامة ديمقراطية حقيقية في البلاد. انتوما جزء من المشكل. ولتذهب قائماتكم الى مزبلة التاريخ.